اعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تكنولوجيا العمليات للصف التالت النهاردة ان شاء الله هنتناول في مادة تكنولوجيا العمليات دهان اللاكر طبعا احنا تناولنا سابقا مجموعة من الدهانات المختلفة زي دهان السيلولوزي على الاسطح الخشبية وكذلك على المعدنية واتكلمنا عن مراحل اعداد السطح وكذلك تحدثنا عن دهانات بوية السلساتيك واتكلمنا ازاي بيتم اعداد السطح بالمراحل المختلفة لعملية الفسفة وكذلك كيف يتم اعداده ايضا بالطريقة الكيميائية والطريقة الالية وازاي نتناول اعداد السطح القديم باستخدام المزيل السائل او المزيل العجينة كذلك كيفية اعداد السطح القديم بالطريقة المعتادة او الطريقة القديمة باستخدام بوري الحريق النهاردة هناخد جزئية جديدة اسمها دهان اللاكر ودهان اللاكر ده او عجائن اللاكر هو عبارة عن افراز لاحد الاشجار هذا الافراز بيأخذ وبيتم تنظيفه او ازالة الشوائب اللي موجودة فيه من خلال تصفيته وطبعا هو بيكون سائل لونه ابيض وهذا السائل بيستخدم يتم عمل معالجة ليه لاستخدامه في عمليات الدهان وهذا الدهان طبعا من الدهانات الشفافة الطبيعية التي تستخدم على الاسطح الخشبية بكثرة كما يستخدم على بعض الاسطح الزجاجية او فلاستيكية عندما يضاف الى احد العجائن اللي هي مثلا زي عجينة ارليف طيب نبدأ نتناول ونتعرف على هذا الدهان عن قرب من خلال الشرايح اللي قدامنا فبيقول لي اللاكر الطبيعي الياباني عبارة عن افرازات لاشجار ينتج هذا السائل الذي يسيل من خلال تشريط جزوع هذه الاشجار وعندما تبلغ هذه الشجرة يعني انا باخد السائل ده من الشجرة عندما يبلغ عمرها عشر سنوات ببدأ اشق الساق وبعد ما بشق الساق بتاعنا بيسيل سائل هذا السائل اللي هو الافراز بيكون عبارة عن المادة الغزائية للشجرة وبيكون لونه ابيض مائل للرمادي غليز القوام وهي المادة الاساسية وبيكون بنسبة ستين في المية من خمسة وتمانين في المية من الوزن الخام اللي هي الكمية ككل والباقي بيكون عبارة عن المية وحام الطيار يعني بيطير وزلال وسموه طيب اما نيجي بقى ننتقل لجزئية اخرى بيكلمني عن كيفية استخدام هذا الدهان اللي هو دهان اللاكر ازاي بعمل عمليات احتياط عند استخدام هذا الدهان فبيقول لي طبعا المفروض ان انا وانا بستخدم هذا الدهان ابتعد عنه لان استنشاقي للروائح اللي طالع من هذا السائل قد تكون ضرة بالعمل طيب دي نقطة النقطة التانية بيقول لي عندما نريد حفظه لابد انه يحفظ في زجاجات غمئة ليه لانه بيتأثر بالضوء لانه بيتأثر بالضوء جميع الادوات المستخدمة في اي دهانات اخرى ما ينفعش ان انا استخدمها لابد ان انا تكون الادوات بتاعتي نظيفة جدا عند التنفيذ لابد من الابتعاد عن الطيارات الهوائية لان الطيارات الهوائية بتبقى محملة ببعض الاتربة هذه الاتربة قد تؤثر على السطح المنتج اللي انا بنفذ عليه الشغل التاعي يحتاج تنفيذ عمليات اللاكر الى خبرة والممارسة والدقة عند التنفيذ ما ينفعش ان انا اجيب اي عامل او اجيب اي واحد وقول له نفذ هذا الدهان لا لابد ان يكون واحد عنده خبرة وممارسة لتنفيذ هذا الدهان بدقة متنهية اول حاجة بقى بيكلمني عن الزخرفة بالرسم البارس بعجائن اللاكر الطبيعية اللي هو ايه الرليف عبارة عن عجينة هذه العجينة طبعا بيتم اعدادها بطريقة معينة احنا هنبدأ نتناول مراحل تطبيق هذه العجينة على سطح منتج وهذا المنتج من الخشب طبعا احنا عارفين ان منتج الخشب علشان انفذ عليه الشغل التاعي لابد من مرحلة اعداد مرحلة اعداد يبقى بعد السطح اولا طب وبعد اعداد السطح بدهن السطح بدهان اللاكر الساتر يعني ايه احنا قلنا الاول ان اللاكر الطبيعي لاكر شفاف ولكن انا ما بستخدمه ببدأ اضف له مجموعة من الالوان حتى يكون دهان ساتر على السطح طيب المرحلة التالتة في عملية الزخرفة والرسم البارز باستخدام العجائن اللاكرة اعداد عجينة اللاكر اعداد عجينة اللاكر طيب المرحلة اللي بعد كده ان انا بطبع التصميم بتاعي بطبع التصميم بتاعي وابدأ احدده بالعجينة بتاعتي طيب المرحلة اللي بعد كده بقوم طبعا بتلوين التصميم بقوم بعملية تلوين التصميم بالالوان طبعا المناسبة المرحلة الاخيرة ان انا بدهن الطبقة بالكامل الرسومات واللوحة بتاعتي الخشبية بجهان اللاكر ولكن اللاكر ايه بقى اللاكر الشفاف اللاكر الشفاف لحماية اللوحة والحفاظ عليها من العوامل الجوية المختلفة طب اما نيجي نتناول هذه المراحل خطوة خطوة هنشوف هو بيقول لي اعداد السطح طبعا انا عندي السطح سطح خشب انا عندي السطح سطح خشب فاول مرحلة بيكون طبعا هي عبارة عن منضادة ممكن المنضادة ديت بتبقى مجمعة بوسطة الغراء وبوسطة طبعا مجموعة من المسامير قد تكون هذه المسامير بارزة فببدأ عملية الدقة على رؤوس المسامير بنبدأ عملية الدقة على رؤوس المسامير وازالة اي زوائد غروية موجودة على السطح بعد كده ببدأ اصنفر السطح كويس جدا وبعد ما بصنفره ببدأ اعمل عملية كويل العقد الخشبية اللي موجودة على اللوحة لايقاف اي افراز قد يؤثر فيما بعد على طبقة الدهان او طبقة العجينة لو في الاماكن اللي انا موجود فيها مثلا عقد طيب يبقى ببدأ انا عندي طبعا من الادوات اللي انا هستخدمها هادي السنبك قدامي هوا السنبك ده اللي بيتحط على رؤوس المسامير وبواسطة طبعا الجاكوش ببدأ ادق على هذه الرؤوس عشان تختفي داخل الخشب وبعد كده ببدأ امعجن هذه السقوب في المرحلة التانية طيب اما نشوف المرحلة اللي بقتلي الاعداد ان انا ببدأ اعمل ايه ان انا ببدأ دهان اللاكر الساتر بدهن السطح بدهان اللاكر الساتر طيب دهان اللاكر الساتر بيتكون من ابيض الشروز ويه اللاكر الشفاف ومضاف عليه زيت طرابنتين نباتي طيب يعني انا بضيف عليه زيت الطرابنتين نباتي كمادة مخففة هل من الممكن ان انا اضيف النفض المعدني او زيت الطرابنتين المعدني لا طبعا لا يضاف الا زيت الطرابنتين النباتي لان لو انا ضفت عليه ابيض زيت الطرابنتين المعدني او النفض المعدني قد يؤثر فيما بعد على لون اللاكر بتاعنا دهان اللاكر بتاعنا قد يؤثر على لونه لو انا اضفت له النفض المعدني فانا بضيف زيت الترابنتين النباتي وبتكون طبعا هذه المواد مضافة بنسب معينة فاحنا لو قلنا ابيض اشروز بيبقى بنسبة 5% ودهان اللاكر الشفاف بنسبة 4% وزيت الترابنتين النباتي كمادة مخففة بيبقى 1% بعد كده بدهن السطح وبراعي طبعا احنا بنقول ان اللاكر بتاعنا قد يتأثر بالطيارات الهوائية وفي الحالة دي قد يحصل لان فيه بعض مواد زي ما قلنا في الاول انها مواد طيارة يبقى ممكن عن طريق تواجده في الهواء الطلق تمام اللي بيحصل ان بعض هذه الجزيئات من الدهان قد تتطاير طيب انا بقى علشان اسهل عملية الدهان والتم بسرعة ومهارة في نفس الوقت ان انا بعمل حمام مائي حمام مائي ساخن بحيث الدهان يكون محطوط في وعاء وهذا الوعاء يوضع فيه الحمام المائي الساخن عشان يخلي الدهان في حالة ليونة بصفة مستمرة حتى انتهي من عملية ال ايه الدهان طيب نيجي بعد كده في المرحلة اللي بعد كده ان انا بعد العجينة بتاعتي اه عجينة ايه عجينة الرليف اه عجينة الرليف يا جماعة اللي انا بعدها علشان استخدمها في تحديد الوسومات وبتكون برزة عن السطح بتكون برزة عن السطح طيب انا بعد العجينة بايه انا بعد العجينة طبعا عبارة عن مكونات هذه المكونات زيت الترابنتين النباتي طبعا واحنا اكدنا خلاص ان لابد من استخدام زيت الترابنتين النباتي مضاف اليه بودرة التل مضاف اليه ايوه اللاكر بتاعنا اللي هو اللاكر الشفاف مضاف اليه ابيض الشيروز هذه المكونات انا بضفها على بعضيها طيب انا ممكن استغنى عن ابيض الشيروز واكتفي بودرة التل اه ممكن اكتفي بودرة التل وبلاش احط ابيض الشيروز طيب يبقى انا بضع نسب معينة عبارة عن اربعة من ابيض الشيروز مضاف اليه اتنين من اللاكر مضاف اليه مضاف اليه تلاتة في المية من اللاكر مضاف اليه اتنين في المية مضر التل وواحد في المية زيت الترابنتين لان انا عاوز العجينة دي يكون قوامها غليز تكون متمسكة تكون العجينة دي ايه متمسكة وباخد العجينة دي وبقوم بعملية التصفية اصف فيها لان قد يكون فيها بعض شوائب هذه الشوائب تعيب العمل اثناء فرد العجينة على الزخارف او الرسومات طيب انا بعد ما بصف فيها كواس جدا بتعبأ في انابيب هذه الانبيب قد تكون مثل مثلا في عندنا طبعا حاجة اسمها مزيجة مكينة الخياطة مزيجة 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 مكينة الخياطة بيكون الرأس العلوية او الغطاء بيكون مدبب كده وبه ثقب بيخرج منه كمية زيت بسيطة احنا بنستخدم عبارة عن الانبوبة تشبه هذه العبوة ليه علشان برضو العجينة تخرج رفيعا جدا في عملية تحديد الرسمات طيب نشوف كده بيقول بعد ما انا جهزت العجينة بتاعتي طبعا ببدأ اطبع الرسمة اه بطبع الرسمة اما انا بجيب الرسمة لاما تكون مبغشة يعني بها تحديد عبارة عن مجموعة ثقوب وبصنفرها من الخلف وبعد كده بجيب اكاسيد لونية او بضرة وببدأ اتربها على السطح دي طريقة والطريقة الاخرى ان انا بجيب التصميم بتاعي وبواسطة الكربون اطبعه برضو على السطح يبقى انا جيب ادي اللوحة وانا طبعت عليها التصميم بتاعنا انا طبعت التصميم بتاعنا طيب بعد كده المرحلة اللي تلي طبعي التصميم ان انا بحدد بايه بالعجينة بتاعتنا بالعجينة بتاعتنا اللي هي عجينة ايه اللي هي عجينة رليف انا بجيب اللوحة بتاعتي بعد ما جبت اللوحة ومطبوعة لها التصميم بجيب ادي الانبوبة اللي احنا بنقول عليها ودي الرأس بتاعتها مدببة وبتخرج العجينة من الجزء العلوي من هنا بحيث تكون العجينة رفيعة وببدأ احدد بيها الرسومات دي كل الخطوط اللي قدامنا ديت بيتم تحددها بعجينة رليف طيب هل ممكن عجينة الرليف يكون لها الوان مختلفة اه طبعا انا ممكن اغير عجينة الرليف يعني انا بدل ما احط ابيض الشروز احط اسود اللون الاسود او اللون الفضي عبارة عن فضة مصحوقة بجيبها بندوبها كويس جدا في اللاكر وبعد ما بدوبها في اللاكر ببدأ اضفها على مكونات العجينة بتاعتنا طيب لو انا اي لون تاني ايا كان هذا اللون انا بجيبه واضيفه بيبقى عبارة عن اللون مضاف اليه اللاكر مضاف اليه بودرة التل مضاف اليه زيت الترابنتين النباتي وبتكون دي العجينة بتاعتنا وبنصفيها كويس جدا وبعد ما بصفيها ببدأ استخدمها يبقى انا عندي ممكن ان انا الون العجينة بتاعتي باي لون ايا كان سواء كان فضي او احمر او اخضر او اصفر ايا كان اللون المناسب لعمل التصميم بتاعي طيب بعد كده انا بعد ما حددت التصميم بتاعي بعجينة الرليف بعمل ايه اه ببدأ بعملية التبتين والتلوين ان انا بلون التصميم بتاعي بالالوان المراد تلوينها طيب هل من الممكن ان انا يبقى قدامي مثلا تصميم او مصغر واضح فيه مجموعة الالوان اه طبعا لازم انا يكون جنبي مشك المشك ده هو نفس التصميم بتاعنا اللي احنا مكبرينه وبننفذه على اللوحة وببدأ اعمل فيه ايه ببدأ ااخد منه الالوان بتاعتي وابدأ انفذ الشغل بتاعي على سطح اللوحة بعد كده انا ببدأ ادي السطح بطبقة اه بعد جفاف الالوان بتاعتنا يا جماعة بعد جفاف الالوان ببدأ ادي السطح طبقة من الورنيش الشفاف وهذه الطبقة بتكون عبارة عن ورنيش لكن الشفاف مخفف بزيت التربنتين النباتي وبعد كده بتطلق بتترك اللوحة حتى ده كيف ويتم عرضها في المكان المراد تطبيقها فيه اه ادي طبعا بلون اللوحة بعد ما بلونت اللوحة بالالوان المناسبة بتاعتي اه ببدأ اديها وجهة من اللاكر الشفاف للحماية طيب انا دلوقتي في عندي بقى حكتين اتنين الرليف قد ينفذ فوق اللوحة مباشرة وقد ينفذ تحت الطلاق مباشرة طيب احنا عايزين نفهم يعني ايه فوق الطلاق او تحت الطلاق بالنسبة ليه اللي فوق الطلاق اننا بعد ما بعد السطح ودهنه وشطة باللوحة بالكامل ببدأ اطبع التصميم بتاعي وبعد ما بطبع التصميم بتاعي ببدأ افرد عجينة الرليف على اللوحة وتترك حتى تجف ثم تلون بالالوان المناسبة وبعد تلونها بالالوان المناسبة بيدهن السطح بطبقة من اللاكر الشفاف يبقى هنا ده اسمه ايه فوق الطلاق ده اسمه فوق الطلاق اننا بعد ما جهزت اللوحة بالكامل ببدأ اطبع التصميم وبعد ما بطبع التصميم ببدأ اعمل ايه ألون التصميم بتاعي بعد تحديده بالعجين طيب المال بقى تحت الطلاق يعني ايه تحت الطلاق ان انا بجيب اللوحة واعمل عملية الاعداد البسيطة الاول اللي هي طبعا سنبكة المسامير وكوية العقد وسنفرت السطح وبعد كده الاماكن اللي فيها ثقوب ببدأ امعجنها معجون بسيط جدا وببدأ بعد كده اطبع التصميم بتاعي وبعد ما بطبع التصميم بتاعي ببدأ ادهن دهان اللاكر الساتر فوق التصميم بعد ما بعمل عجينة ايه ايه بعد ما بدي عجينة ايه يعني انا اديت عجينة الرليف فوق التصميم وبعد التصميم ببدأ ادهن اللوحة بالكامل بديهان اللاكر الساتر وبسيب اللوحة حتى تجف وبعد كده بقوم بعملية التبتين والتلوين للوحة علشان السطح يبقى تم الانتهاء منه وبيكون في الحالة دية عجينة الرليف تحت الطلاق طيب فيه تحت الطلاق هنبدأ نتناول هذه المراحل نقطة نقطة طبعا لان انا ممكن ان انا انفذ هذا الدهان اللي هو دهان اللاكر الرليف تحت الطلاق باستخدام دهانات البسيطة بتاعتي اللي ممكن تكون الدهانات الزيتية علشان اقلل التكلفة وفي النهاية ممكن ان انا اشطب بديهان اللاكر طيب نشوف مع بعضنا كده بيقول لي دهان اللاكر مراحل تنفيذ الرليف تحت الطلاق اولا اعداد السطح ثانيا البطانة ثالثا المعجون اربعة اعداد التصميم وتنفيذه على السطح يبقى بعد البطانة على طول اعداد التصميم ونفزته على السطح بعد كده اعداد عجينة الرليف وبحدد بيها التصميم بعد كده بدي اوجه دهان اللاكر تلوين التصميم حسب الالوان التصميم المطلوبة بعد كده بدي وجه اللاكر الشفاف المخفف بالترابنتين النبات طيب نشوف مع بعضينا كده بقى المراحل دي طبعا إعداد السطح وإحنا تناولناه وقلنا أن أتدقى على رؤوس المسامير وإزالة أي زوائد غروية وصنفرة السطح وإزالة الأتربة وكوي العقد بعصير التوم أو بفصوص التوم بتاعتنا أو عن طريق محلول الجملكة طيب بعد كده ببدأ بقى البطانة بتاعتي بيقول لي ببطن السطح هنا بقى عشان أقلل التكلفة بدل ما بدي بطانة بطانة لاكر دهان اللاكر اللي هو اللاكر الخام مضاف إليه أبيض الشروز مضاف إليه زيت الترابنتين النباتي ببدأ أقلل التكلفة إن أنا بستخدم بطانة زيتية عبارة عن 5% زيت زائد 3% زنك زائد 2% نفض هذه المكونات بتخلط على بعضيها وببدأ أستخدمها لدهان اللوحة بتاعتنا بالكامل طيب بعد كده بعد كده بمعجن اللوحة بمعجن اللوحة بمعجون هذا المعجون يعرف بمعجون فرنسي ليه؟ لأن مكوناته ما فيهاش زيت هو عبارة عن ورنيش وإزبداج وزنك وقليل من النفط طيب نشوف كده مع بعضينا بتبقى 6% إزبداج زائد 2% ورنيش زائد 1% زنك زائد 1% أيضا نفط والمكونات دي أنا بخلطها على بعضيها وببدأ أطلي السطح بواسطة سكينة المعجون وجهين وجه أول طولي ووجه تاني عردي بين كل وجه وآخر في فترة جفاف وسنفرة طيب بعد كده في إيه؟ بعد كده أنا ببدأ أعد التصميم بتاعي ببدأ أعد التصميم بتاعي أنا بعد التصميم بتاعي طبعته وبعد ما بطبع التصميم ببدأ إعداد العجينة بتاعتنا وإحنا قلنا إزاي إحنا بنجهز العجينة بتاعتنا إن أنا بجيب أبيض الشروز وبضيف عليه 3% من ورنيش اللاكر بضيف عليه 2% من بضرة التلك وقليل من الزيت الترابنتين النباتي بنسبة 1% طيب أنا بعد كده يا جماعة أنا خلطت العجينة وببدأ أعبقها في إيه؟ أيوه في الأنبوبة بتاعتنا بتعبق في الأنبوبة بتاعتنا وببدأ أحدد بيها الرسومات أبدأ أحدد بيها الرسومات وبعد تحديدي طبعا الرسومات بالعجينة بأدهن السطح بالكامل فوق العجينة أصبحت العجينة فين؟ تحت الطلاء هنا أنا ملونتش لسه يدهن السطح بجهان اللاكر الساتر باللون المطلوب للأرضية عب عبارة عن إيه بقاه؟ عبارة عن أبيض الشروز عبارة عن الورنيش اللاكر عبارة عن الترابنتين النباتي مضاف إليه اللون المراد تطبيقه على السطح وبكده أكون أنا دهنت اللوحة بالكامل بعد ما حددت الرسومات بتاعتي بالعجينة يعني أنا حددت الرسومات الأول وبعد ما حددت الرسومات بالعجينة بتاعتي دهنت اللوحة بالكامل بديهان اللاكر الساتر باللون المراد تطبيقه إن أنا عاوز اللون ده يكون إيه؟ أرضية اللوحة عاوز اللون ده يكون أرضية اللوحة طيب بعد كده أنا ببدأ أعمل إيه بقى؟ ببدأ ألون التصميم ببدأ ألون التصميم تلوين التصميم يلون التصميم بألوان مناسبة بعد ما بلون التصميم بألوان مناسبة بسيبه حتى يجف وببدأ أحدد أعمل عملية تظليل بقى كنوع من التكسيم للتصميم كنوع من التكسيم للتصميم بعد كده طبعا أيوة سمع واحد بيقول لي آه هندهم بقى اللوحة بالكامل بدهان ورنيش طبعا لازم أدهم اللوحة بالكامل بعد كده بدهان الورنيش اللاكر اللي هو عبارة عن اللاكر مخفف بزيت التربنتين النباتي طيب بعد كده أنا بنتقل لدهان من الدهانات بتاعتنا اللي هو برضو دهان اللاكر أو دهان ورنيش اللاكر الشفاف على الأسطح الخشبية إزاي أنا بنفذ دهان اللاكر الشفاف على الأسطح الخشبية وطبعا ما بيتنفس على أي أسطح خشبية لا بينفذ على الأسطح الخشبية ذات القيمة يعني الأحشاب القيمة اللي هي عالية في الجودة والغالية أيضا في الثمن وبيتم استخدامها في تصنيع الأساس بكافة أنواعه الأساس بتاعنا سواء الصالونات أو الأنترهات أو حجرة الصفرة وخلافه هذه الدهان أو هذا الدهان بتاعنا اللي هو دهان ورنيش اللاكر الشفاف طبعا ما ينفعه هو دهان من الدهانات الغالية غالي الثمن لابد أنه هو ما يستخدم يستخدم على أحشاب أيضا تكون غالية الثمن لإظهار جمال هذه الدهانات لأننا عارفين أن دهان اللاكر من الدهانات الشفافة الشفاء الشفافية العالية جدا واللامعة لمعان عالي جدا طب نشوف كده مع بعضنا بيقول لي بقى أننا بستخدم الدهان على إيه بقول لي أنفذ على جميع مشغولات الموبيلية الخشبية الفاخرة سواء مصنوعة من خشب أشجار اللاكر نفسها أو من الأخشاب الثمينة زي خشب الأبانوس والسنديان وخشب الورد والجوز التركي والأمريكي والبلوت والقرو والماهجنة والسويدي والزان وكل دي أحشاب طبيعية مش صناعية ولكن طبعا بتبقى غالية الثمن وبنستخدمها في صناعة الأساس ولابد من دهانها بدهانات اللاكر ببدأ أعمل إيه بقى أول حاجة بيقول لي تطبيق دهان اللاكر الشفاف على المشغولات الخشبية أول حاجة بقى بيبدأ أيواء إحنا عارفين طبعا إن أي سطح في الدنيا أنا هنفس عليه دهان لابد من إعداد الإيه أيواء إعداد السطح طيب بعد إعداد السطح فيه السباغة طيب فيه بعد كده الفماطة فيه بعد الفماطة فيه إيه فيه عندنا بعد الفماطة بنعمل حاجة اسمها السئية والخدمة وبعد السئية والخدمة فيه البطانة وبعد البطانة فيه طبعا أيواء أو جهدهان اللاكر الشفاف طيب نشوف مع بعضنا كده مرحلة مرحلة وطبعا إحنا عارفين إن مرحلة الإعداد واحدة ما بتختلفش أنا بعد السطح إعداد واحد اللي هو الدقة على رؤوس المسامير إزالة إزالة أي زوائد غروية صنفرة السطح وإزالة الأتربة تقوى العقد بفصوص التوم وطبعا إحنا عارفين إن أنا بستخدم فيه الدقة على رؤوس المسامير أدي السنبق ودي الشاكوش ودي مثلا أرصة منضبة إزاي أنا ببدأ عملية المعالجة لها طيب بعد كده ببدأ مرحلة الصباغة إن أنا بسبغ السطح الخشبي بسبغة الأنالينة بسبغة الأنالينة وسبغة الأنالينة بيتم تخفيفها بالكحول علشان الكحول إزاي ما إحنا عارفين إنه من المواد الطيرة يعني اللي بطير فتسبت طبقة السبغة على السطح ويجف السطح بسرعة وطبعا أنا ما مستخدمش أي سبغة لا بستخدم السبغة المناسبة لنوعية الخشب إحنا بنستخدم خشب غالي فأنا دلوقتي لو أنا مستخدم خشب السويدي وعاوز أقلد خشب المهجنة فبجيب سبغة الأنالينة المهجنة وببدأ أخففها بالكحول وببدأ أدهنها على سطح الخشب اللي هو مصنوع من خشب السويدي علشان أقلد نوعية خشب المهجنة كذلك برضو لو أنا عاوز سبغة أرو أو عاوز سبغة جوز أيا كان هذه السبغات أنا ببدأ أستخدمها لتقليد نوعية الخشب بتاعنا اللي إحنا عاوزينه طيب بيقولي إن أنا بجيب السبغة بتاعتي والسبغة طبعا أنا علشان أنا فزها على السطح بجيب سبغة الأنالينة وبجيب الكحول وبخلطهم على بعضيهم وبعد بخلطهم على بعضيهم طبعا بيتم تنفيذه على السطح بواسطة حاجة اسمها الأسطبين والأسطبين طبعا عبارة عن قطعة من القط إن أنا بجيبها وإما ألفها في قطعة من قماش الفانيلا أو إن أنا بستخدمها بكورها كده زي كورة البنج وببدأ أمشيها على سطح الخشب حتى يكون لها سطح مستوي يمكن تطبيق السبغة بي وببدأ أسبق سطح الخشب في اتجاه سمارة الخشب في اتجاه سمارة الخشب طبعا ودي قدامنا طبعا هذه قطعة القط ودي السبغة الأنالينة والكحول الأبيض ويترك السطح حتى يجف وبعد جفافه ببدأ المرحلة التي تالي تالي ذلك اللي هي بتبقى الفماطة والفماطة أنا بستخدم لها عدة مواد هذه المواد بستخدم لها إزبداج وبستخدم لها جمالكة بيضاء وبستخدم قطن اللي هي الأسطبين وبستخدم الكحول الأبيض طيب كيف يتم استخدام هذه الخمات إزاي أنا بستخدم الخمات دي كلها طبعا أنا عندي المنددة بتاعتي بجيبها وبجيب الإزبداج بتاعي اللي هو عبارة عن بضرة وبجيبه وبفرده على سطح الخشب وبعد ما بفرده على سطح الخشب يعني بكون ببدره كده على سطح الخشب ببدأ أجيب قطعة من القطن الأسطبين طبعا منداه بكمية من الجمالكة البيضاء والكحول الأبيض بعد إذابتهم وببدأ أدعك السطح بحركة دائرية فتبدأ جزيئات الإزبداج تخش في الثقوب والمسام الديئة اللي موجودة في الخشب وبقرر العملية دي عدة مرات بين كل مرة وأخرى في فترة جفاف وصنفرة حتى تأكد أن السطح أصبح أملس وما فيهوش أي مسام ما فيهوش أي مسام يبقى أنا بجيب الإزبداج وبدره على سطح الخشب وبجيب قطعة القطن بناديها بمحلول الجمالكة الممسوك بالكحول الأبيض وبدعك السطح بحركة دائرية علشان المسام اللي موجودة في الخشب بتبدأ تتسد بواسطة عجاء دقيقة أو صغيرة جدا من الإزبداج وبقرر العملية دي عدة مرات بين كل مرة وأخرى في فترة جفاف وصنفرة ودي بيطلق عليها عملية الفماطة يطلق عليها عملية الفماطة وبعد ما بنتهي من عملية الفماطة طبعا يا جماعة أنا ببدأ عملية أخرى ببدأ عملية أخرى هذه العملية بتكون عبارة عن عبارة عن ايه عبارة عن سئية الخشب يعني ايه سئية الخشب انا ببدأ اجيب محلول الجمالكة بتاعي وبدوبه في الكحول الابيض بتاعنا يعني بجيب عبارة عن لو قلنا اتنين كيلو جمالكة بيضاء مضاف عليها تمانية كيلو من الكحول الابيض او جبنا اتنين جرام مضيف عليهم تمانية جرام يعني اتنين في المية من الجمالكة البيضاء مضاف اليها تمانية في المية من الكحول الابيض وبجيب طبعا ايواء الاستوبين بتاعتي اللي هي قطعة القطن قطعة القطن وببدأ انادي قطعة القطن وببدأ عملية دهان سطح الخشب بتاعنا القرصة او ايا كان السطح اللي انا هدهنه وبدهم بحركة دائرية حتى اجد ان السطح بدأ في اللمعان اه يبقى انا بسقي اسمها السئية والخدمة ان انا بسقي سطح الخشب واعرف من ان السطح التشبع عندما ترتفع درجة لمعانه اول ما السطح يبدأ يلمع اعرف انه بدأ يتشبع بمحلول الجمالكة بتاعي طيب بنبدأ بعد كده ننتقل ليه خطوة القطن ان انا ببدأ اعمل ايه اصنفر السطح كويس جدا بعد جفاف وجه الجمالكة ببدأ اصنفر السطح كويس جدا وسنفرها تكون خفيفة علشان السطح الخشب ما يتجرعش وببدأ اجهز مزيج من زيت الطنج الصيني مضاف اليه اللاكر الشفاف بتاعي مضاف اليه طبعا ايه النفط او زيت الترابنتين النباتي طبعا بضيف بيبقى 3% من زيت الطنج الصيني زيت الطنج الصيني ده شبيه زيت بذرة الكتال انا بس جودته اعلى بضيفه على 6% من ورنيش اللاكر بضيفه على 1% من زيت الترابنتين النباتي وبدهن اللوحة بالكامل بتاعتي او بدهن السطح بتاعي بالكامل باستخدام قطعة من الفرش او فرشة او باستخدام ممكن قطعة من القطن وبعد كده السطح بيكون معد وجاهز لاستقبال وجه الورنيش الشفاف بتاعي وقبل ببدي وجه الورنيش الشفاف بتاعي بتترك اللوحة حتى تجف وبعد جفافها تصنفر صنفرة مائية خفيفة جدا علشان اتأكد ان السطح بتاعنا كان املس وناعم جدا وفي نفس الوقت لامع وبأزيد من درجة لمعانه ان انا بدهنه دهان الورنيش الشفاف اللي هي اوجه الدهان النهائية ان انا ببدأ ادهنه بمزيج من الورنيش الشفاف اللي هو ورنيش اللاكر الشفاف المضاف اليه زيت الترمنتين النباتي وبعد كده بتكون وضحت عندنا وظهرت المندبة اللي احنا بندهنها بديهان اللاكر الشفاف وزي ما احنا عارفين يا جماعة ان دهان اللاكر من الدهانات الشفافة ويمكن استخدامه كديهان ساتر على الاسطح الخشبية فاحنا تناولنا دهان اللاكر البارز على الاسطح الخشبية وتناولنا دهان اللاكر الشفاف على الاسطح الخشبية وعندنا فيه دهان لاكر اخر اللي هو دهان اللاكر الكورومندل او دهان اللاكر الكاراتليه ودهان اللاكر الكاراتليه بيتم تنفيذه على الاسطح الخشبية لازهار بعض الشقوق او السروخة كده يعني حاجة عبارة عن تشريخ داخل سطح الخشب لابراز جمال الخشب بحيث بيظهروا انه هو من الاخشاب القديمة والدهان مشقق لكن دي نحية جمالية من الديهانات احنا بنبدأ نعد السطح الخشبي الاعداد الجيد بتاعنا وبينشطبه ولو انا عاوز مثلا انا عاوز ادهن الديهان بتاعنا اللي هو دهان عاوزي هو اللي يكون مشقق ببدأ اعمل ايه؟ بتكون الارضية بتكون لونها احمر مثلا او اصفر او اخضر ده اللي عاوز الشروخ او التشققات بتاعتنا او التنميل اللي موجود في سطح الخشب يكون بلون مخالف للون الارضية فببدأ ادهن الوجه الاخير قبل وجه الكراكليه اللي هو اللاكر بتاعنا ببدأ ادهن دهان هذا الديهان بيكون بلون اللي هيظهر به التشقيق مثلا اصفر احمر اخضر ايا كان هذا اللون وببدأ قبل عملية الجفاف النهائي لطبقة الديهان يعني ايه؟ عندما يكون حساس لللمس عندما يكون حساس يعني ايه حساس لللمس؟ يعني انا بحطي ايدي كده ألاقي طبقة الديهان بدأت تجف بدأت تجف اول ما اعرف ان طبقة الديهان بدأت تجف ببدأ ادهنها بطبقة من اللاكر الشفاف بتاعنا طبقة اللاكر الشفاف بتاعنا اللي بيحصل ان بتبدأ اللوحة لان طبقة الديهان اللي تحت ضعيفة ما كانتش جفة الجفاف النهائي بتبدأ تتشقق وتبرز الشقوق اللي موجودة تحت اللي انا طبعا بكون دهنها بلون احمر او بلون اصفر او اي امكان اللون بتاعها بحيث تبرز جمال التشققات بتاعة سطح الخشب وبيكون بعد كده بعد ما انا عملت اللوحة من الممكن ان انا انفذ عليها عجينة رليف من الممكن ان انا انفذ عليها اي دهان في الدنيا وكذلك برضو ان انا انفذ مجموعة من الرسومات مش شرط تكون منفذة بعجينة رليف من الممكن ان انا بنفذها ولونها بالالوان الهدية بتاعتنا وبيتبرز جمال وبتبرز جمال اللوحة لان بعد ما بنتهي من عملية الدهان ببدأ ادهن اللوحة بوجه من الورنيش الشفاف طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على دهان اللاكر الشفاف ودهان اللاكر البارز ودهان اللاكر المتشقق اللي هو اسمه الكراكليه وطبعا في عندنا عجائم كثيرة من الممكن استخدامها وبعض هذه العجائم بتكون عجائم جاهزة من الممكن استخدامها في تطبيق الرسومات البارزة على الاسطح الخشبية طيب في عندنا نوع اخر من الدهانات الدهانات اللاكر وهذا الدهان اللي هو الدهان البارز الغائر احنا اتكلمنا عن البارز احنا ننتقل لجزئية اخرى اللي هي الغائر الدهان الغائر او اللاكر الغائر هو عبارة عن دهانات بيتم تطبيقها على الاسطح الخشبية قد تزيد عن عشرة اوجه اه اننا بدهم الديهان بتاعنا اللي هو دهان اللاكر على سطح الخشب وهذا الديهان بيتم تطبيقه بعدة طبقات لونية اه يعني انا من الممكن اننا ننفذ دهان اللاكر خطوات الديهان اننا انفذها بعدة طبقات لونية اه طبعا انا ممكن انفذها بعدة طبقات لونية وبعد ما بنفزها بعدة طبقات لونية ببدأ أطبع تصميمي وأم بعملية الحف طيب أنا علشان أدهن دهان بتاعي الدهان بتاعي لازم يكون دهان مرن حتى لا تشطق لأن أنا بدهن عدة أوجه قد تصل إلى عشرة أوجه فببدأ أجهز الدهان بتاعي بعد عملية إعداد السطح يعني أنا بعد السطح وبعد ما بعد السطح ببدأ أجهز عجينة الدهان إنت ليه بتقول عجينة؟ لأنه الدهان بيكون قوامه غليز الدهان بيكون قوامه غليز طيب بنبدأ نجيب العجينة بتاعتنا والعجينة بتتكون من اللاكر الشفاف زائد أبيض الشروز زائد دقيق الأرز زائد طبعا زيت التربنتين النباتي وببدأ أدهن السطح بتاعنا طيب بعد كده جماعة بعد عملية الدهان أنا من الممكن أن أضيف عدة ألوان على هذه العجينة لتطبيق الدهانات على السطح ثم يتم تنفيذ الرسومات ثم يتم حفرة طبعا إحنا كده تنولنا اللاكر البارز وتنولنا المتشقق وأيضا تنولنا الشفاف إلى هنا تنتهي حلقتنا على أمل اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا